وضح الاستطالة تكلمت عنها لما تكلمنا على مخرج الضاد وبينا بأن استي في اللغة العربية لإيه للطلب لما نقول استيطالة يعني طلب الطول وبينا بأن حافة اللسان كلها من كل الجهات بما فيها الطرف كلها تنغلق على المخرج لما نقول أض لكن الضغط والاتكاء فين على الحافتين اليمنى واليسرى أما الطرف الأمامي ففيه مشاركة لكن ما عليه ضغط واتكاء إن ضغط المتكلم على الطرف سيؤدي إلى نطق إيه؟ دال مفخمة إلى نطق دال مفخمة واضح أخواني؟ وبينا بأنه لما ينغلق هذا المكان كله مغلوق بعد التصادم أضب بعد التصادم هذا الانغلاق هنا في الخلف صار الهواء محبوس وهو يضغط الهواء يضغط فتحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان إلى الأمام مليمترات بسيطة إلى أن يصل رأسه كما نرى على الصورة إلى منبت الأسنان العليا منطقة آخر اللسة آخر لحم اللسة من الداخل التقاء اللحم مع الأسنان يصل رأس اللسان وبس لو تابع طريقه إلى أطراف الفناية سيؤدي إلى تحول الضاد لمين؟ إلى الضاد تبهنا؟ تنتهي الضاد هنا فضل الله فضل إن في خلق السماوات والأرض أرض أرض رأي لوحدها وضاد لوحدها والأرض فبعد أن ينغلق المقرج تحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان قليلا إلى الأمام المنطقة الخلفية هذه اللي هنا اللي فيها الهواء المحصور الصوت المحصور وراءها لما اندفع اللسان شو صار فيها؟ كبرت ونمت وربت يعني استطالت لذلك قلت لكم سماها سيبوي قال في الضاد شبه النفخي شبه النفخي كما أن لو أن أحداً عم ينفق ببالون بيلاقي البالون شو عميل؟ كبر كذلك الفراغ المحصور هنا خلف اللسان شو عم يعمل؟ عم يكبر طبعاً نحن بالعاميات نستصعب هذا الحرف فكل شعب يعني يقرب الضاد إلى حرف مألوف لديه فمن الناس من يقرب الضاد إلى الضاء يجد هذا أسهل عليه ومنهم من يقربها إلى الدال المفخمة ومنهم من يقربها إلى الدال غير المفخمة و ذكر السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله أن بعض الناس يقربها إلى اللام إلى اللام وكنت أستغرب أنا هذا الكلام جداً هذا السخاوي رحمه الله والضاد عال شو أنا عال أيوة مستعلي والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب ذرب يعني إيش بتدرب كتير لأحكام الحروف معاني من المعاناة كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان أنا قلت لها قول لنفسي هذا الكلام قديم جداً اللهم صلى على محمد يعني فيك تقول الف سعمائة وخمسة وسبعين يعني كم صر له هم هم أقول لحالي كيف لا من مفخمة فمرة مرة كنت بالحرم النبوي كنت للثاني صغير هيك فكل ما شوفوا واحد هيك مثلاً من بلد من بلاد الإسلام بيجي يسلم عليه سلام عليكم يا أخي كيف من أين يعني حب أتعرف على المسلمين فمرة شفت واحد أظنه نجيري سلمت عليه كيف حالك يا أخي من أين قال من نجيريا المهم بعد كلمتين قلت له ممكن تقرأ لي الفاتحة فخرأ الفاتحة بآخرها قال غير المن قلوب عليهم ولللللين شو قال ولللللين ولللللين تبهتوا أنا خلت له عيدة عيدة طبعاً ما ليه فرحان بالخطأ بس فرحان أني لقيت واحد بينطبق عليه كلام السخاوي كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة غير المن قلوب هي المن قلوب لا تسألوني عنها ما بعد غير المن قلوب عليهم ولللللين فسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الشاهد من الكلام يعني هذا الحرف يعني ها بعض الناس يقلبونه زي بيقلك رمضان مثلاً بالتركي وبالأردو بيقولوا رمضان ضياء الدين بدل ضياء الدين شو بيقولوا ضياء يعني شبه الضاء العامية تبعنا هي الصاد المشمزايا يعني ضياء الدين أو بيجيب لك هاي بيقول لك نماز نماز اللي هي الصلاة يعني أو مثلاً بيقول لك رمضان شهر رمضان فنعم ما ما بعرف المهم يعني إذن كل شعب يعني يقلبها إلى حرف يستسيله ولكن الضادة الفصيحة هي ما ذكر ما ذكرته لكم وما تلقيها عن الأشياخ جزاهم الله عنها خيراً ما أعلم بينهم خلافاً لكن حتى أكون صادق معكم وأمين لا يغركم في بعض إخواننا مروا على شيخنا طبعاً أنا قرأت على الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي سنة 1400 هجري يعني 1900 وكم وثمانين قبل وفاته بشيء سنتين ثلاثة الله يرحمون مر لعنده بعض الإخوة اللي يميلون إلى الضادة الضائية وضلوا يقول له فلان قالوا فلان قالوا فلان حتى غيروا له رأيه وسجلوا له تسجيل يقول أما بعد فإن الضادة الصحيحة هي غير المغضوب يعلم ولا الظالين وصاد يذكر بعض الأمثلة هذا الكلام يعني اقتناع منه رحمه الله وليس ما رواه عن الشيخ وليس ما قرأت به عليه أنا ما قرأت صفحة ولا صفحتين قرأت القرآن كله وبالقراءات العشر كلها الكبرى فالضاد حتى لو حدا مثلا قالكم الشيخ السمنودي لا مصحية الشيخ السمنودي قالها اقتناعا لا رواية يعني عرفنا كيف وهذه مشكلة بل مصيبة يعني لما الإنسان يعني يغير رأيه إلى بسبب شباب متحمسين أو يكلمونه بطريقة حماسية أو بطريقة والشيخ الله يرحمه كان يعني إلي وكان حيي وكان غالس بعيد عن الناس في بلدته سمنود يعني لا تغتروا إذا حدا رأى منكم قولا منسوبا لشيخنا الشيخ السمنودي أنا قرأت عليه أخواني غير المغضوب عليهم ولا الضالين على الشيخ على الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله وعلى الشيخ الزيات وعلى الشيخ السمنودي هكذا ض ض ولا الض ضريبة ضيزة وهكذا أما أن يقول ض ض ض صوت فيه هكذا شيء من الض هذا ما نعرفه نعم الاستطالة كما نرى إخواني هي اندفاع اللساني عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليا يين طب هذا الاندفاع شو سببه وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان نسمعها مرتاني بس إن شاء الله ما يصفر هذا أض 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 سمعنين استمرار الصوت وعدم انقطاعه هذا مو استطالة هذا رخاوة أرجو أن نفرق بين الرخاوة بين الاستطالة أخواني الرخاوة جريان الصوت قولنا أض أض ممطوطة قليلا هذه رخاوة مثل بس مثل رح مثل تف علون مثلا تف هذا الامتداد للصوت بسبب الرخاوة أما ما يجري من حركة اللسان هذه اللي قلتها لكم وانتفاخ الهواء المحجوز خلف اللسان هذه هي الاستطالة مرة ثانية أض 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 لاحظتم بأن الصوت ينتهي كيف أض كيف ينتهي اسمع كيف ينتهي أض أيوة مثلا بدنا نوقف على إن في خلق السماوات والأرض أو وسع كرسيه السماوات والأرض 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 وبس ما في داعي نقول والأرض سمعنين هادي هادي إيش هذا صوت زائد صوت زائد لا معنى له والأرض بس الأمر الثاني لما مننطق الضاد لا نستعمل الخيشوم انتبهنا يعني بعض الأحباب لما بيجوا بيقرأوا بيقول لك والأرض تلاقي شو عم يعمل عم يضغط على أنفه وعم يطلع معه صوت إيه غنى الغنى في لغة العرب لا تكون إلا مع مين مع الميمي والنون ولا ثالث وضح إخواني